بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي أصدقائي أحبائي أساتذتي تلاميذي الأعزاء أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة الحلقة الثانية من برنامج تعلم الإنجليزية بنفسك والحقيقة احنا تفقنا أن في البرنامج ده معمول خصيصا عشان يحط أقدمنا على الطريق الصحيح في تعلم اللغة الإنجليزية بنفسنا على الإنترنت بدون مساعدة من أي أحد وده الحقيقة الاتجاهات الحديثة في التعليم بتنادي دايما بالسيلف بيست لرنينج أو التعلم القائم على الخطوة الزاتي والأولايل لرنينج والإنترنت بيزد أو بيزد لرنينج الحقيقة احنا يعني عشان قادر ما ناخدش كتير في وقت الحلقة لأن تحميل الحلقة على يوتيوب في ظل السرعة البطيئة جدا للإنترنت حاليا بتخلينا نحاول نختصر على قد ما نقدر فأنا بس بقدم لحضراتكم مش تحليل تفصيل لكل شيء ولكن بقدم لحضراتكم استعراض عام يمكن حضراتكم بعد كده من الوقوف على أرض صلبة والبدء في الطريق الصحيح بإذن الله وإحنا مع بعض خطوة خطوة إن شاء الله من أجل إتقان اللغة الإنجليزية وصقل مهاراتنا وتنمياتها بأكبر سرعة ممكنة سواء كانت مهارة الليسنينج أو السبيكينج أو ريدينج أو رايتينج مع مهارة الكمبريهنشن أو الفهم في كل الأحوال طيب إحنا دلوقتي اتفقنا للحلقة الفاتت إن فيه منجم دهب بالنسبة لنا لازم نستغله أحسن استغلال وهو اليوتيوب بس طبعا الإنترنت حالين هيسة كبيرة جدا فعشان كده إحنا المفروض نبقى مركزين في كلامنا طيب اليوتيوب إيه اللي على اليوتيوب إحنا ممكن نستغله في تعليم اللغة الإنجليزية أول حاجة هتكلم عنها النهاردة لأن فيه سلاسل كتيرة وقنوات كتيرة موجودة على الإنترنت على اليوتيوب أكتر حاجة مفيدة أنا صراحة استفدت منها على المستوى الشخصي اللي هو برنامج أو سلسلة اسمها مستر دانكن ومستر دانكن دا عبارة عن سلسلة من الحلقات تعليم اللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية وده الجديد في الموضوع يعني هو بيعلم اللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية لأن مستر دانكن دا هو اسم يعني مختصر ليه أو هو مش راضي يقول على اسمه الحقيقي لكن هو شخص ظريف جدا وعنده سينسوف يومور عالي جدا وهو مش راضي يقول على الاسم الحقيقي بتاعه لكن مستر دانكن دا عبارة عن شخص يبلغ من العمر يعني ما يقرب من 55 أو 60 عاما بدأ في السلسلة دي من 2008 من بداية اليوتيوب وقدم حلقات كتيرة وسط لأكتر من 100 حلق حالين وحالين بطل يقدم الحلقات المسجلة الظريفة اللي احنا تعودنا عليه منها أو تعودنا نشوفها منه وبدأ يظهر لايف الحقيقة ما حبيتش موضوع لايف دا لأنه كان بيعمل منتاج حلو جدا لحلقاته وكانت الأمور طيبة جدا في الفترة اللي هو ما كانش بيظهر فيها لايف فاحنا عادي يعني ممكن نشوف لايف بس أنا ما عنديش وقت أشوف ساعتين لايف وكان بيقدم حلقات بسيطة ممكن توصل مثلا ل 15 ديئة بالكتير أو حاجة فكان بالتالي سهل جدا علي ان احنا الحلقات تلي اسمها ماستر دانكنز فول انجليش دي الحلقات اللي احنا ايه اللي انا كنت يعني دايما موظب على ان انا شوفها من بداية السلسلة بتاعته اللي هي بدأت بي learning english listen one من حوالي 5 سنين هو حملها من 5 سنين لكن اعتقد ان هي بدأت من قبل كده زي ما انا قلت قبل كده مستر دانكن ده شخصية خفيفة الظل جدا قضى حسب كلامه حوالي 25 سنة في الصين يعلمه اللغة الانجليزية باللغة الانجليزية لانه ما يعرفش حرف في اللغة الصينية فهو عشان كده تلاقي body language بتاعته حلوة جدا تلاقيه قادر على communication skills بتاعته اللي هي مهارات التواصل من يعني صراحة يعني من الحاجات النادرة للواحد يشوف حد متميز فيها بالشكل اللي انا شفته فهو شخص متميز في امور كثيرة بدأ حلقاته زي ما قلت قبل كده في 2008 حسب الامكانيات المتاحة ايامها كانت امكانات بسيطة لكن هو عارف يوصل لكمهور كبير من الناس معلش اليوتيوب الانترنت عموه ان اعظم هنك شوية فالمهم ده اسم القناة مستر دانكن ان انجلند مستر دانكن ان انجلند فحضراتكم اكيد شايفين الاسم هنا فانا معرفش ايه سر التهنيج اللي جا فجأة لكن عموما هو بيقدم الحلقة بتاعته بشكل متكامل يعني بيقدم لغة مع فوكابلري مع جرامر مع حاجات كتيرة في نفس الوقت فهو بيقدم لغة انجليزية متكاملة بشكل جميل طب حد يقولي طب انا يعني يعني مش عارف ما معرفش اتبع حد ما بتكلمش عربي اقول لك لا ما احنا اتخدنا قبل كده التكنيك بتاعنا ان احنا لو انت تبعت معا الحلقة الاولى قلت قبل كده ان احنا بجانب الموضوع ده بنشغل في نفس الوقت بنشغل بنشغل اللي هو سمويده الجوجل ترانسليت في نفس الوقت من خلال جوجل ترانسليت نقدر في نفس الوقت اللي احنا بنشوف فيه الحاجة نقدر نحط الكلمة الغريبة بنسباننا اللي هي تعاوقة عن يعني ممكن تبقى بنسباننا تعاوقنا عن فهم الرسالة ممكن نحطها في الجوجل ترانسليت ونشوف معناها ونكمل الفيديو عادي جدا ده الطريقة اللي انا بستعملها لغاية دلوقتي يعني واعتقد ان هي طريقة الحمدلله نجحة مع ناس كتيرة واعتقد ان الطريقة المنطقية انك انت من ايما كنا ضلاء في قسم انجليزي او في شعبة اللغة الانجليزية دايما القموس في جبنة يعني القموس في جبنة كان عامل زي البطاقة الشخصية فوجود قموس طبعا احنا خلاص الالكترونيات حالين ضبط على القوميس الورقية فبالتالي احنا بنستخدم حالين قوميس الالكترونية فبالتالي انا مش شايف قموس احسن من الجوجل لسبب لان الجوجل كقعدة بيانات تقريبا بيوصلني لأهم القموس اللي موجودة على شبكة الانترنت نكتب مع بعض معلش كان في تهنيجة كده بسيطة مستر دانكن اهو طيب هنا بقى هشوف الحلقة الاولى بس عشان اه اولوكم على اسم القناة اسم القناة سبيك انجلش ويد مستر دانكن سبيك انجلش ويد مستر دانكن ده الليسن لون طب ايه يه ايه ايه توسيتي بالنسبة لحضرتك او بالنسبة لنا ياريت حضرتك مشكورا تروح القناة دهيت تعمل عليها سبسكريبشن عشان يوصلك كل جديد زي ما نعمل حالين وتبص في اسم القناة تمام وتبدأ تشوف الفيديوز الموجودة في القناة وتبدأ حضرتك تتابع اللوسنز من اول يعني ابدأ من اول لسنور يعني ياريت نبدأ من لسنور هذه نموذك بسيط يعني انا مش عازل الحلقة تضيح في الفيديوهات لكن انا بو أعطر لكم موضوع في تيم الزي hi everybody this is mr duncan in england how are you today are you okay i hope so are you happy are you okay are you happy i hope so هو كل مرة يقول كده ليه طالة متميزة المهم طيب ليه ظهر عندي two transcription او ليه اللي ظهر عندي ديال letters او الكلمات اللي ظهر عندي ظهر ليه ظهر ليه اتنين يعني فيها duplication اقولك ليه لانا انا منشط تلقاء منشط موضوع subtitles او captions اللي موجودة اصلا على يوتيوب اللي هي بترجم الصوت تمام طب انا عايز اكتفي باللي بيصهر قدامي لان هوم دبلج الحلقة زي ما احنا قلنا بيشتغل منتاج حلو جدا وبيكلم ناس not native speakers بيكلم ناس foreign learners متعلمين اجانب فبالتالي هو كمان بيعمل ايه هو بيعمل منتاج بحيس يعمل الموضوع ده ما كانش اليوتيوب بيقدم الخدمة دي زمان فهو كان بيعمل الموضوع التلقائي فاحنا ممكن هنا بدل ما هي يعني معمول عليها highlight هنا او highlighting نعمل عليها click عشان تبقى not highlighted ويظهر عند subtitles واحدة بس اللي هي مين السبتايتلز اللي هي بتاعته هو اللي موجودة originally في الحلقة نستابع مع بعض I hope so Welcome to the very first episode of my series of English teaching videos Before I begin we will take a look at some of the common questions that often arise when talking about learning the English language and more importantly when learning it as a second language so the first question must be why do we need to learn English of course one of the reasons why we need to be able to speak English nowadays is because the world is becoming smaller thanks to the internet and our developing global economy more and more people are using English as a common way to communicate with each other This is the word that we always say that we always say that the world is becoming small and small because of the internet and the internet because of the social media and the social media so we need to learn the English language so we need to be able to deal with the other and to be able to understand the other and to be able to understand the same thing that we always say that we need to be able to do a lot of things فبالتالي هو بيبدأ بإن هو يجيلك الراشونال يعني الأساس المنطقي اللي هو بنى عليه السيريس بتاعته أو السلسلة اللي هو بيقدمها اللي هي اسمها إيه؟ اسمها مستر دانكن انجلند طب هي موجودة فين؟ اسم السلسلة أو حضرتك اللي هو اسم القناة اللي هي Speak English with Mr. Duncan لو ضغطنا على دية هيجيب لي القناة نفسها يبقى اسم القناة عشان نعمل عليها سبسكريبشن Speak English with Mr. Duncan ده اسم القناة طب نرجع تاني لموضوعنا طب أنا على فرض عملت اللي هو الايقونة دي مرة تانية او سوري اللي هي الابشن ده عملته مرة تانية هيجيب لي سبتايتلز تانية فيحصل هنا تعارض ما بيلي اتنين يعني هيبقى عندي بص كده وانت بتشوف البرنامج أتلاحظ ان عندك ايه؟ عندك يعني ايه؟ two transcriptions or two subtitles واحدة موجودة اوريجينا اللي هي تحت والتانية اللي فوق عملها اليوتيوب ليك بونا على طلبك تمام تعمل؟ نعم؟ So now it has become unavoidable that companies and large businesses will need to employ people who can speak more than their own native language. That is where English comes in. It is now widely considered as an international language. قلاص فحنا عشان قادر ما تلخبطناش الهكاية دية فان عملت لها وريدا عملت لها عملت لها استاب. طيب نشوف كده القناة نفسها Speak English with Mr. Dunk معلش اليوتيوب النهاردة او عموما الانترنت بطيء اه هنا بقى انت عايز تشوف الفيديوهات كلها صح تمام يبقى نشوف الفيديوهات كلها من هنا هنا فيديوز وناخدهم من الاول ياريت حضرتك تاخدهم من الاول واحدة واحدة عشان تتبع السلام الاول لان مهم جدا ان حضرتك تبدأ معاه من الاول عشان هو بدأ من زمان فلازم تبدأ من ايه من listen one لو مش لاقي كلمة listen one يعني تعمل عليها search او تدور تقول له رتب للفيديوهات مثلا من القديم للحديث اظن فيه option انك انت ترتب الفيديوهات لان هو عمل فيديوهات live كتير بعدين يعنى صراحة مش لذيذة زي زمان يعنى زمان كان احسن بكتير انا بالنسبة لي انا انا بتكلم على وجهة نظر انا انا قد حب الاول اكتر من اليوم اندول خالص يعنى تمام في حلقات هنا ما ظن هنا ولا في ايه اه لسن مثلا ثيرتي وان اسمه فول انجليش لسن ثيرتي وان يبقى تبدأ اللسن هتلاقيها من الاول تقدر تبدأ ايه تبدأ اللسنز بتاعه الفكرة بتاعت مستر دانكن ان هو في الفيديوهات شاطر جدا شاطر في عمل الفيديوهات يعني شاطر في ايه في المونتاج شاطر ان هو عنده استوديو خاص به في البيت عمل استوديو جميل شاطر ان هو يقدر يوريك جمال انجلتورا من خلال من خلال حلقات بتاعته يوريك الجمال الانجليزي يعني جمال البيئة اللي هو بيصور فيها بيربط حياته الشخصية باللغة بيقولك هو بيتكلم فين حالين ومنقيم فين المكان ده ليه بيروحوا كل مرة وعنده عربية ولا ما عندوش وعنده درايفينج ليسنس ولا لا كل الكلام ده صراحة يعني احنا بالضال بيه في تعليم اللغة اللغة تبقى كونتكشولايز يعني كونتكشولايز يعني حط هالف سياق معين حط هالف سياق او اطار معين عشان تعلم هالف الاطار ده انا مش عارف فيه عيف في الفيديو ولا هو كده عموما يعني انا بس حبيت هوري حضرتك ان هو بيستغل حتة المناظر الطباعية اللي موجودة في في انجلترا صراحة اللي انا شفتها وستمتعت بيها وكنت مبهور بيها الدركت ان كنت بسجل فيديوهات وصور عن كل مكان بروح جديد تمام فهو هردو استغل الطبيعة السحران شوف الكونتكس اللي احنا بنقول عليه بيقول لك يا يوم جميل جدا ما يا له من يوم جميل اليوم 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 الواحد يقدر يقدر يقف يقدر يقف كده ويستمتع بالشمس المشرقة في الجاردن لان معظم الوقت طبعا انجلترا غيوم معمضار زي ما احنا عالفين يعني فهو بيقول في الوقت ده من السنة بستمتع بالواقفة هنا ولابس خفيف زي ما حوالك انا شايفين يجوز هو بيتكلم مثلا في الصيف او 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 الصيف او صار جدا في انجلترا زي ما احنا عالفين يعني جدا في عالفين من عالفين او انجد ويدار ليسو بيقول اليوم وتم يكن لعبرا geschafft لانجلترا هنا اعالله نظر انه افترع موضى بحن ادخال ما احنا عددا طب هللاحظ حاجة ده لايف عاش كده للايف ما بيحبوش لانه مفيش منتاج وما بيختصرش ويجابلك الحاجة بمدتها كبيرة جدا لان الان المده هنا بتزيد عن ساعة شوية ما تعودناش منه على كده فانا مش بحب اللايف اولى انه باخد وقت كبير لكن هو مش جاب الترانسكريبشن زي ما احنا متعودين او سبتايتلز فاحنا دلوقتي عايزين ايه عايزين ندوس على العلامة دية عشان نشوف هيجيب لي سبتايتلز ولا في امكانية ان هو يجيب لي سبتايتلز يعني حتى لو مش موجود في الحلقة سبتايتلز ممكن حضرتك تجيب الهي اهو 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 جات على طول لان دعم كانية موجودة في اليوتيوب نفس shall we okay let's get my phone to work if it will that's better i got a little worried then i thought i wasn't going to be able to talk to you live on the chat but there it is just like magic so hello there hi everybody it's mr duncan i hope you are well today i hope you are happy i'm feeling wrong لانه عنده عنده كاميرا متخصصة وعنده حاجات جميلة امكانات جميلة لانه متفرغ للموضوع ده فالحلقات عندي افضل الحلقات عندي افضل يعني تمام اه 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 انا ممكن اعمل اعمل اي اخذر في القناة اقول Suddenly والله مثلاً أنا عايز listen to لأن احنا شفنا أورادي listen one يعني عايزين نشوف listen to فيه امكانية آه ان شاء الله فيه امكانية listen to من الفل انجلش لأن الليسونز أحسن من اللايف عندك نشوف listen to هيبدأ ازاي زي ما قلت مدته السيارة في متناول الجميع أنا أي حد يقدر شوفها okay here we go it's episode two of the full english show I'm just as excited as last time if not a little bit more excited but less nervous thank goodness طيب حلقات الفلو انجلش دي جميلة جداً بيقدم لك ايه بيقدم لك السياق اللي بتكلم فيه او الموضوع وبعدين بايه بيدخل بقى على البوكابلوري بتاعته على المعارات بتاعته على الكلمات الجمل التعبيرات الاستلاحية اللي هي ال idioms او ال idiomatic suppressions بيدخل على الحاجات دي من خلال ايه من خلال النص اللي هو بيتعامل مع فهو يعني يعني انا رأي ان هو يعني من من احسن المعلمين اللي شفتهم في اللغة الانجليزية لان هو بيستخدم فعلا اسليب حديثها واسليب انا صراحة انا شخصين بؤمن بها جدا اللي هو استخدام السياق وفي نفس الوقت ان انا اقدم اللغة ازاهول في الاول وبعدين اشرح حاجات خاصة بيها بعدين زي ما نقولتلكم قبل كده امكانيات مستر دانكن ان هو بيستخدم الالكترونيكس حلو جدا بيستخدم اللي هو الكمبيوتر حلو جدا بيستخدم الكاميرا كويس عنده بيحط الصور اللي هو عارسها بيحط الخلفي اذا ما احنا شايفين فيه كرتن زين لان هو عمل الستوديو في البيت باتها كما اصبتك او ا wondered where that had gone ممتنين ممتنين هذا سهر على مستر دنكان في أجل وهو ممتنين سهل على مفق نهاية سوف نهاية الثالي لازال الجهود من العام في دبنكان ونسبت المستجد في المنزل سوف ترت lapقاء بعض الأشياء أثناء في الانصب التنفيذ تجربة ممتنين إذن كما تبتون منذ أنت في ذالة في حالة وحتى المشيء أكثر لأنه كان هناك مشكلة الويس في الفيديو سنة في المترجم الغد من العامة لذلك اليوم يجب بيش محلولا و بشكل محلولا و بشكل محلولا أحب أحبًا جدًا بشكل محلولا أحبًا قد احصل على الرفاق Now that's what I call laid back. Can you see the view behind me? Today the weather is not so good. It is cloudy and damp here today. We can say that this is an overcast day. This means that the clouds are covering the whole sky. Overcast weather means that there is plenty of clouds. Forecast or overcast weather means that there is plenty of clouds. Forecast is what we call overcast. Overcast means that it is in the cloud. Okay? It is saying that it is saying that the words are coming from the environment around it. This is something that is very important in this series. But fortunately, no rain. The conditions today make the distant objects seem hazy and out of focus. This is a cloudy, misty day. There is a lot of moisture in the air. Overall, the day has a completely different feel when compared with a clear sunny one. At least it is not raining. Perhaps I should make a lesson in the rain. What do you think? Have you ever been caught doing something red-handed? Have you ever been caught? Ah. Let's go to something else, my friend. This is another thing. This is a thing red-handed. So I will make you a blanket, which is called gloves. Hand gloves. Okay? The important thing is that the blanket or gloves are really red-handed. So I will make you a clear explanation. He will talk about it all the time. He will tell you that this person is red-handed. I will listen to this first time. So I will see how it is. In the act. The idiom red-handed means that you have been caught in the act of committing a crime or doing something wrong. You might have been seen carrying out the bad act as it was being done. or perhaps some evidence was found that showed you doing it, such as a photograph or video clip. You have been caught red-handed. You were caught red-handed. You were caught red-handed. The phrase originated in Scotland and refers to the blood- sofist. بيقولك أصل الفريز يعني أصل الإيديم إيديم يعني زي ما نتفقنا تعبير إصطلاحي يعني تعبير بنستخدمه بالشكل ده دايما من غير ما غير في حاجة تمام فهو بيقولك التعبير ده ناشأ فين أهو يعني هو انطلق من موضوع التعبير هو بدأ يتكلم عن نشأته بدأ يتكلم عن إيديماتيك سيبريشن بعد ذلك كما قلت قبل كده ما بيحرس كل الحرس أن أوريك جمال الطبيعة الإنجليزية الجميلة كما قلت قبل كده استمتعت بيها جدا جدا أصبح بيها جدا أصبح موسيقى لكن بأس موسيقى في حالة مختلفة إيديم إرسال و إرسال أهو يتكلم عن اللعبة المناسبة و كلنا عرفينها و لعبناها بل كده و احنا صغيرين هي لعبة هيدا نسيك اللي هي الإستغماية زي ما احنا بنقول مجازاً فأضلع عشان يوريك الفكرة دي و جهز الحاجات اللي انت شافينها وشوف كتب إزاي يعني صراحة الراجل ده عنده مهارات عالية جدا في التكنولوجيا في المونتاج في الإعداد ما شاء الله علي يا الواحد يتمنى إنه يبقى حتى نص أوروبا I bet at some point you have played this game too The game is almost always played by a group of people One person hides and the other people must try to find that person We can use hide and seek as a phrase to mean the task of trying to hunt for someone If a person keeps escaping from your view as you pursue them Then we can describe this as a game of hide and seek هنا بتكلم عن التعبير المجازي ليها اللي هو ما قصودش اللعبة الاستغمية اللي احنا نعرفها يزد يما شخص زي نظام القط والفار يعني ايه كل ما تيجي اتطرده ويحاول ان هو يستخبى منك فبتكلم عنها ان احنا في حياتنا بنقول ان احنا ممكن دي This is like a hide and seek game ان كل ما يظهر الشخص ده يختفي الشخص الثاني ان هما ديول لي مثلا او لانه في مشكلة بينه وبينه فأيه نظام hide and seek Okay We can also say that the people involved are playing cat and mouse The pursuer and the pursued The runner And the chaser To search for a person who is missing or in hiding Can be described as a hunt Okay This fulsa to the fakra dhe and the fasil It will also lead you to something new or other related But it can't be a relationship Grammar is probably the hardest So here we can take you to grammar Grammar is the meaning or the meaning Because we said this is full english lesson It means a complete lesson So among the things that you have We can take you to some of the religious experiences And the money and the things in Inglaterra And the nature and the hide and seek And how we use it in life So here we can take you to grammar Part of english to grasp So I have decided to take some parts of english grammar And look closely at each one For each full english episode There will be one grammatical element to look at Today we will look at sentences English sentences fall into four types The statement The question It is last time If not A little bit more excited To meet you Well we have made No I can rather I can do it Of the ways that It can be revealed It is still a little In this case It will stellen The same That In full english lesson On the way It will call So I will�� In the way The terrible grammar player In this case It can use From this zona to become War On Keep Cela An Twist The Thus Is نرجع مطرح ما انا كنا بحاول اجيب السرعة بحيث اجيب المكان اللي هو بدأ يشرح فيه الانجلس سنتنس معلش مش حافظ المكان لان هي الموس مش معايا كده مش عالف ليه غلطة من انا انا اسف نشوف المHost الموجود There's four gen very 4 gen there are 4 gen إنهِürه routه من الجمال ، المسح pulled الكثير من الجمال ... السمع الرجل والمقه ... لنظر إلى جهات أحد ... فهي في كل جهل الأبزين ... سوط سوط مباشرة ... أعتمد أنهُبّل وقائد مباشرة المنتظر الجهاز سوط مبيشة في كل جهاز ... انطراب ... انطراب ... انطراب ... أنطراب إذا هو تكلم عن الربع نوع الستatement هي الجملة الخبرية و بعد ذلك question اللي هو السؤال اللي اخره question mark و بعد ذلك فيه انه هو تكلم عن الريقوست نحنا make a request نعمل طلب أو نطلب طلب ونشوف هم أربع نوع The sentence that gives information To state is to say and quite often saying means giving information The car is travelling very fast The boy looks very unhappy These are statements If information is being given or an observation is being made then we are making a statement طيب إحنا عشان الوقت برضو عشان الحلقة مش عايزة طول كتر من جدا أنا بسكر حضرتكم جدا إحنا في الحلقة دي خدنا نموذج لأحد مصادر تعلم اللغة الإنجليزية وهي حلقات أو سلسلة مستر دانكن وأنا صراحة من أشد المعجبين بهذا الرجل بطريقة تدريسه إنه كان المدرس فترة كبيرة من حاجزة ما إحنا قلنا وهو متفرق لهذا الموضوع بيعمل Live English Lutens علينا اسمها Speak English with Mr. Duncan ياريت نعمل Subscription للقناة دي ونتابع كل جديد وياريت نبدأ الحلقات من الأول عشان صراحة هنستفيد كتير كتير أول أشكر حضرتكم ونلتقي إن شاء الله في الحلقة التالتة الحلقة اللي بعد كده على القير إن شاء الله شكرا لحضرتكم شكرا جزيلا عن المتابعة وياريت ما تنساش نعمل Subscribe للشانل بتاعتي ولايك للفيديو دهوت عشان يوصلنا كل جديد إن شاء الله أشوف حضرتكم على خير بإذن الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا